كنت نتكلم على ماتش ودي دجلة والموضوع مش موضوع يعني أنا مش وأعتقد أن معظم جماهير النادي الأهلي آه طبعا هنزعل عن نقطتين بس مش ده هم منها الأساس يا كابتن عمر يعني أنا كنت بتكلم أنه أنت عندك قبل ماتشط وياريت زمائلنا نازلونا كده ماتشط الأهلي اللي فضل إن شاء الله قبل ما نسافر عشان نلعب سوبر أفريقيا أنا كنت بقول إنه شهر يا ماتشط يناير دي فرصة كويسة مش بس عشان تكسب التلاتة بنت عشان تجهز نفسك تريح لمعركة عنيفة يعني أنا سألتك سؤال بسيط قوي يعني النادي الأهلي في مباراة الاتحاد كل الناس كانت متوقعة وحطة إيدة على قلبها من مباراة الكيس نظبوط كويس قوي أو لما حصل لسكور قلنا هو ده النادي الأهلي هو طبيعي ده يحصل وكابتن مهري يمكن نأكد الكلامه هو طبيعي الإصابات والغيابات إحنا بنقول النادي الأهلي بكل اللعبة المقايدة فيه هم بينتموا لنجمية النادي الأهلي مفيش حد هنقدر نقول إن فرقة ودي ديكلا إمكان إن دي الأهلي كان الحاجة الوحيدة مباراة اللي فيها يعني ضعف بسيط أو طراخي بسيط هو الضغط يعني فرقة ودي ديكلا مباراة كانت بتستحوز كانت بتستحوز بسهولة جدا معلش نرجع لودي ديك ده ده دي المطشط كابتن عمر عشان برضو الأهلي هيلعب يوم الثلاث بالزبط أهلي نعب الثلاثة الجاي دي مطشطنا اللي فضلة إن شاء الله قبل ما نسافر نلعب سوبر أفريقا نعبنا خلاص أول مطش في يناير مع ديكلا عندنا المطش يوم الثلاثة اللي جاي مطش العودة مع السوني داب وقلت بفرصة كويسة جدا ونتكلم عليها عندنا بعد كده مطش أعتقد مهم جدا مع سيراميكا كليوباترا الجماعة اسمها كليوباترا لا اسمها كولوباترا ولا كليوباترا كليوباترا ومعنا بعد كده ده الجمعة تمانية واحد يعني بعد مطش السوني داب 3 يام على طول وبعد كده تلعب يوم جمعة 15 مع الإنتاج دي المطشات اللي فضلة لك المسافات ما بينهم مطش أفريقيا 3 يام مظبوط مع سيراميكا مظبوط أسبوع بعد كده أسبوع مع فرقة الإنتاج هيخدمنا الوقت هنا بتهالي في عودة اللعيبة اللي كانت بعيدة إن شاء الله يكون في يوم الثلاثة اللعيبة يكون موجودة يعني جزء كبير منها يكون موجود بص يا أبو حميد الفترة اللي إحنا فيها النادي الأهلي بيتكلم عن مستوى النادي الأهلي أنا لسه بقولك حتة الضغط واستحواس في الإدواء دي 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 أنت حسيت إن النادي الأهلي مش موجود أو النادي الأهلي بعيد شوية عن الفورما اللي إحنا ما بتعاودين عليها عن كورة النادي الأهلي بالزبط بس أنت بتقول نقل عبد منصف يعني فوق الهيل شابو طبعا سبع كور لو واحدة فيهم ما هي بالتراتة بند أتنين فيهم بالتراتة بند وليد أو صلاح محسن أو أحمد ياسر أو بنون أو علي معلول أي إن كان إحنا ليه تملي إنه تملي ما هذا رد الفعل بقى اللي ظهر فيه عبد منصف بالتقلق بسم الله ومشاء الله إحنا بقول لدلوقتي هو النادي الأهلي ليه كل الناس بتبصلوا أول ما يفقد بند ليه إحنا بقوله هو النادي الأهلي هو النادي البطولات هو الناس بلازم يعني إحنا هنحكي زي ما الناس كلها بتحكي وبتتوقع والناس كلها استنتاجها للمباراة ضربة الجزاء بتاعت بكم ايه المشكلة ايه المشكلة ده احنا شفنا ماتشات في اوروبا الحكم صفر بين الشوطين وخرج ورجع عمل ضربة الجزاء زي ماتش الانتاج ديئة وعمل ضربة الجزاء في شوط الاول وتعادل واحد واحد في ماتش برامنز ايه المشكلة ان انا اتراجع في دي ايه المشكلة ان انا بقي عندي رؤية واثنين وثلاثة ارجع للفار عشان اتأكد منها مش محتاجة ده يعني احنا هنتكلم عليها احنا مش هنتكلم عليها نقول احنا جايبين فارو هنتفرج احنا شايفينها ماهي مش محتاجة انت عملت عليها الزوم دلوقتي وتأكدت من الانشاد من اقول الكرة دي لو في عشر حكام شافوها تسعة منهم يحسبوها ضرب الجزاء لا لو هل عشر يبقى في حداشر ليه هنبقوا تسعة ماهيبينة مش محتاجة ماهي دي غيرت اتجاه احمد خالص يعني خلت توازن وافقدت توازن طبعا خلاص راجل رايح للجون اي 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 فاحنا مش هنعلق بمناسبة الكلام عن قصة نسمعت الناس دي شدة خفيفة اللاعب لما بيبقى بيجرب واخد سرعته اللمسة اللمسة يعني انا رايحت بس كدفي عليه كده فقط توازنه على طول فهينا ملهاش على الواقع بشدة الزيارة وشدة جبيرة وكرة وليد سيميل فشوت لقد درب الجزاء بعد اما روغ مدافع دجلة هي فاول من برد 18 نقول الحق برضو ربنا عشان اعيمية هي فاول من برد 18 مجرد ان انا احتكيت بجسم المهاجم والكرة اللي عدت بقيت مشكلة بقيت فاول بقيت فاول بقيت درب الجزاء بقيت فاول صغير وفيه فاول كبير يعني هي فاول يا مش فاول ممكن امسك وكرة ثابتة ورائب وكرة ثابتة واول لما بيحصل التعامل مع كرة بسيب اي مش هفضل ماسك صح احنا كبتن ماهر بيقولنا كده اي امسك مان ويحس بنفسي معاه واول لما تترفع خلاص انت بتبعد بتاخد حطوات بتاعت لو هو بتبقى يتحرك وانت لسه ماسكه يبقى عاقع على طول فيه بقى احنا بنقول عليها في مسند كان الكابتن انور يقول لنا وكابتن ماهر فيه يا كابتن مسند مسند ايدينا الرؤية مجرد ان انا حطتها على المهاجم انا عارف تحركاته هي مصدر الاشارة بالنسبالي هو بيتحرك قدامي مين ولا شما اي دي مهم ما اقول اي الناد الاهلي باداقه بروفا هايلا لمباراة التلات اي نستنقى طب نروح لمطش التلات يعني مش عايز اتكلم كتير على دجلة لا خلاص دجلة بكل حاجته عدى البونت هو مكسب مش خسارة اي وفي نفس الوقت استعادت مستوى اللعبة الناد الاهلي وفكر لمسيماني من اللعبة اللي موجودة برا على الدكة وصلوا لغاية اي وراحوا لفين عشان يبقى عارف كل واحد في غياراته هاوصل بكل لعب اوظفه ازاي